وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية لتشيك مارتين تابلا والوفد المرافق الخارجية تؤكد أن الجمهورية العربية السورية مستعدة بشكل تام لتأمين سلامة الراغبين بالخروج من شرق حلب وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وحدات من الجيش تسيطر بشكل كامل على دوار الجندول في حلب وتتصدى الارهابيين على أكثر من محور أصعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم نائب وزير خارجية جمهورية لتشيك مارتين تابلا والوفد المرافقة وأجرى خلال اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة رامي عباس والتفاصيل استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم نائب وزير خارجية جمهورية لتشيك مارتين تابا والوفد المرافق له المعلم خلال اللقاء أكد أن سوريا تحارب الارهاب نيابة عن العالم أجمع مشددا على تصميم سوريا على القضاء على الارهاب والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها وزير الخارجية أعرب للوفد الضيف عن التقدير العالي لمواقف جمهورية لتشيك إذا ما تتعرض له سوريا وذلك للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري من الشعب لتشيكي الصديق من جانبه نائب وزير خارجية لتشيك أعرب عن أمل بلاده في التوصل إلى حل سريع للأزمة في سوريا وعن استعدادها للمساهمة في أي جهود تسهم في التوصل إلى هذا الحل وفي إعادة أعمار سوريا وذلك بعد لقاء جمعه مع نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وكان الوفد للتشيكي قام بزيارة ميدانية بمركز إيواء الحرجلة الذي يقيم فيه السوريون الذين تراجوا من مدينتين دارية والمعظمية حيث اطلع أعضاء الوفد على واقع الخدمات المقدمة للأهالي وعلى واقع معيشتهم مؤكدين وجود مزيد من التعاون بين سوريا والجمهورية للتشيكية في مجال المساعدات الإنسانية اطلعنا على الوضع هنا الأهالي عانوا من ظروف حياتية صعبة والحكومة السورية مستمرة في مساعدتهم نحن ننظر بإعجاب واحترام لمن بقي في سوريا في ظل هذه الظروف الصعبة ونحن كممثلين عن الجمهورية التشيكية زرنا هذا البلد كي نساهم في تقديم المساعدات الإنسانية ولكي نساعد في عملية إعادة إعمار سوريا نتمنى لسوريا ولشعبها الأمان والاستقرار شجرة شارك في زراعتها الوفد في بلدة الحرجلة ربما لا تعني الكثير من الناحية المادية لكنها تبشر بعلاقات مستقبلية وطيدة بين الجمهورية التشيكية والجمهورية العربية السورية أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن حكومة الجمهورية العربية السورية مستعدة بشكل تام لتأمين سلامة الراغبين بالخروج من شرق حلب وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وأضاف المصدر أن الحكومة تضمن سلامة من يرغب بالخروج من المسلحين وتسوية أوضاعهم أو التوجه بأسلحتهم الفردية إلى أماكن أخرى يختارونها وذلك عبر ممرات آمنة خصصتها محافظة حلب كما سيتم إخلاء الجرح والمصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم وستستأنف مؤسسات الدولة الخدمية تأمينها للاحتياجات الخدمية بكل أشكالها للمواطنين الراغبين بالبقاء في شرق حلب مشيرا إلى أن الحكومة السورية جاهزة لبحث أي مبادرة تؤدي لتحقيق هذا الهدف وفد من حركة فتح الانتفاضة يزور مخيم حندرات بريف حلب الذي أعاد الجيش العربي السوري والقوى الرديفة الأمانة إليه مؤخرا بعد أن بسط الجيش العربي السوري سيطرته الكامل على عدة مناطق في ريف حلب الشمالية قام أمين سر حركة فتح الانتفاضة والوفد المرافق له بزيارة ميدانية إلى مخيم حندرات حيث وجل الضيوف في المنطقة واطلعوا على حجم الدمار الذي لحق بها من تدمير ممنهج لتشريد الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم من قبل المجموعات الإرهابية القوات السورية تتقدم في معدة مواقع وتحاصر المسلحين الإرهابيين المدعومين من كل قوى العالم الغربي ومن تركيا بشكل خاص والسعودية التي تدفع أموال طائلة من أجل تخريب سوريا الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الإرهاب وفي مقاومة كل من يحاول أن ينال من أرض سوريا أو من الأرض العربية كما زار الوفد مشفى الكندي وأقرأ الفاتحة على أرواح شهداء المشفى هذا الانتصار اليوم الذي تحقق في حندرات إنما هو رد على عصابة نور الدين الزينكية الإرهابية هذه العصابة الإجرامية التي قامت بقتل الطفل الفلسطيني بذبح الطفل الفلسطيني عبدالله عيسى ذبحا ولم يكون هناك للأسف الشيء أي رأفة بطفولته بعمره وعبر الوفد عن شكره الكبير للجيش العربي السوري على ما قدمه من تضحياته وما بذله من دماء في سبيل تطهير الأرض من رجس الإرهاب مصدر عسكري يفيد بسيطرة وحدات من الجيش على كامل دوار الجندول في حلب جولة على أبرز المستجدات الميدانية في تقرير نادي الجنداوي عمليات دقيقة تنفذها وحدات الجيش العربي السوري على تجمعات وبؤر إرهابي التنظيمات التكفيرية وتقتل وتصيب البعض منهم وتدمر آليات لهم في مناطق عدة في الريف الغربي لمدينة حلب وجه سلاح الجو طلعات على مراكز رصد لإرهابي ما يسمى جيش الفتح ودمر آلياتهم في قرية قطان الجبل وقضت على عدد منهم فيما تم تدمير أوكار للإرهابيين في الشيخ السعيد على الأطراف الجنوبية للمدينة أسبرت أيضا عن إيقاع أعداد من الإرهابيين قتل ومصابين في ريف حمص الشمالي نفذت وحدات من القوات المسلحة عمليات نوعية على تحركات وطرق إمداد التنظيمات التكفيرية ما أدى إلى تدمير رثل سيارات من نوع بيك أب مزودة برشاشات بما فيها من إرهابيين في قرية عين حسين الجنوبي التابعة لناحية عين النصر كما أدت الضربات المكثفة إلى إيقاع قتل ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير أسلحة لهم خلال ضربات مكثفة على جمعاتهم في قرية السعن الأسود التابعة لمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي أما في دير الزور فقد خاضت وحدة من الجيش اجتباكات عنيفة مع إرهابي تنظيم داعش على طول السادر الشرقي لمطار دير الزور العسكرية ما أسفر عن تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد كما تم إيقاع عدد من الإرهابيين بين قتل ومصاب في محيطي مطار دير الزور ومنطقة البانوراما إلى ذلك أوقعت وحدات من الجيش قتل ومصابين بين صفوف إرهابي تنظيمي داعش وجفهة النصر في ريف السويداء الشمالي الشرقي من حلال أحباطها هجوما لإرهابي داعش على إحدى النقاط العسكرية على اتجاه قرية خربة الصعد في وقت دمرت فيه وحدات أخرى من الجيش في درع البلد إحدى النقاط المحصن للإرهابيين غرب ساحة بصرة وقضت على عدد منهم في غضون ذلك نفذت وحدة من الجيش رمايات نارية على تجمع لإرهابي جبهة النصر بريف القنيطير الشمالي وقضت على عدد منهم ودمرتهم آليات شمال شرقي برج الاتصالات بجبات الخشب تمكنت الجهات المختصة في محافظة طرطوس من اكتشاف مخزن للأسلحة وزخائر في أحد المنازل في حي لقبيات بمدينة بانياس وذلك من مخلفات الإرهابيين الذين كانوا يتواجدون فيه منذ سنوات وعثر داخل المنزل وضمن مخبأ سري داخل الجدران على مخزن للأسلحة يضم بنادق حربية وعبوات ناسفة وذخيرة بكميات كبيرة وقنابل يدوية ضمن أحد المنازل في حي لقبيات في مدينة بانياس تم ضبط مخزن للأسلحة والزخائر والعبوات الناسفة في أحد المنازل ضمن مخبأ سري تحوي الأسلحة التالية بارودة خناصة خناصة بارودة الأولى ناتو خناصة ثلاث بواريد روسية أسلحة وزخائر متنوعة وعبوات ناسفة وأجهز اتصال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن المحام الفلسطيني سعيد نفع بعد أن اعتقلته بتهمة تعزيز التواصل بين الداخل الفلسطيني والجولان السوري المحتل ورسلنا عماد المرعي والتفاصيل أفرجت سلطات الاحتلال عن المحام سعيد نفع ابن قرية بيتجن الفلسطينية بعد اعتقال دام عام من سجن الجلبوع بتهمة العمل على تعزيز التواصل ما بين الداخل الفلسطيني والوطن الأم سوريا من خلال تنظيم وفود زارة العاصمة دمشق عبر البوابة الأردنية ودون موافقة سلطات الاحتلال الصهيوني أنا أريد أن أؤكد بشكل قاطع مشروع التواصل نظرا لأهميته ونظرا لأبعاده ونظرا لعمقه وحتى من منطلق أن المشروع أقض مضاجع السلطات قبل ذلك بالعكس هذا السجن قوى فيه العزيمة من أجل الاستمرار في مشروع التواصل لكن لأنه تواصلنا مع سوريا فعمليا كان بالنسبة للمؤسسة نقوس ونقوس خطر وبالذات من منطلق أن هذا المشروع عمليا دق أو كسر حاجز تم بناءه خلال 50 سنة وفود رسمية وشعبية فلسطينية وسورية من الجولاء المحتلة شاركت في استقبال الأسير المحرر نفع تعزيزا لصمود الأسرة في سجون الاحتلال ورفضا لهذا الاعتقال التعصفي وتأكيدا على أن التواصل سيستمر مهما كلف الثمن سعيد نفع هو راعي مشروع التواصل وهو من أسس مشروع التواصل هذا المشروع الذي مكننا من زيارة الأهل والوطن الكبير سوريا قلعة الصمود سعيد نفع كان رمز للتواصل ما بيننا وبين أهلنا في الدول العربية سعيد نفع ينقل في خروجه من السجن اليوم رسالة للأهل في سوريا أن تلاحموا حول القيادة السورية وحول الجيش العربي السوري في قتل ومحاربة الإرهاب على كل أنواعه هذا الإرهاب الذي تدعم حكومة إسرائيل علنا التواصل ما بين الداخل الفلسطيني والوطن الأم سوريا يشكل خطرا ثقافيا على الكيان الصيوني ويعزز ضرورة الانتفاض على واقع مفروض بالقوة ضد شعب أعزل من قبل محتل غاشم طالما حاول التضليل الحقيقة عجلت الزمن تعود من الجديد والمحام سعيد نفع يعود إلى منزله لينطلق نحو مستقبل واضح عنوانه التواصل مستمر مع دمشق للإخبارية السورية عماد المرعي فلسطين المحتلة النظام السعودي يوقف إمداد مصر بالمنتجات النفطية في خطوة وصفها مراقبون بأنها جاءت ردا على تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن مؤخرا تقرير أحمد كيناني أعلن مسؤولا حكومي مصري أن شركة آرامك السعودية للطاقة أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفاهيا بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية يأتي ذلك بالتزامن مع توتر بين نظام الرياض ومصر على خلفية تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن حول التهديث في سوريا الأمر الذي لم يعجب النظام السعودي النظام السعودي كعادته لجأ إلى التصعيد مع مصر عبر مندوبه لدى منظمة الأمم المتحدة عبدالله المعلمي واصفا تأييد مصر لمشروع القرار الروسي بالأمر المؤلم والبعيد عن الإجماع العربي بحد تعبيره كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي هذا بطبيعة الحال كان مؤلما ولكن أعتقد يوجه السؤال إلى مندوب مصر وردا على الموقف السعودي أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطى بأن القاهرة تؤيد جميع الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري وأنها صوتت بناء على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعق عمل مجلس الأمن وكان السفير عمرو أبو العطى قد تحدث عن عدة عناصر صوتت مصر لأجلها لصالح مشروع القرار الروسي والتي تتلخص في وقف السهداف المدنيين السوريين ووقف العمال العدائية وفقا لقرارة مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة التعاطي الحاسم مع السخفة في بمعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد الفاصل الجيش اليمنى يرد على العدوان السعودي ويستهدف مواقع مرتزقة نظام في أراضيه بالمزيد من الأخبار تفضلوا بالبقاء معنا قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب أهله مسترشدة هذه الحياة تواترت أمجادها فكن الذي يهب البطولة سقدد هذا الزناد تناثرت نيرانه حماما على الأعداء يصحبها الرد لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وإن طاق المدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايران تطالب الأمم المتحدة باتلخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن الهلال الأحمر الإيراني من إرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من مجزرة صمعاء الأخيرة والجيش اليمنى يرد على العدوان السعودي ويستهدف مواقع مرتزقة النظام في أراضيه وتتابعون أيضا في هذه الساعة شرطة أردوغان تعتقل العشرات في الذكرى السنوية الأولى لتفجير أنقر من جديد أهلا بكم طالبت إيران الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن الهلال الأحمر الإيراني من إرسال المساعدات الإنسانية جوا إلى المتضررين في اليمن جراء المجزرة التي ارتكبها طيران النظام السعودي بقصفه مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنع وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في رسالة وجهتها اليوم إلى الأمم المتحدة أنه نظرا إلى الحالة الإنسانية المتدهورة والدمار الواسع فإن الهلال الأحمر الإيراني يعلن استعداده لإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي تشمل المساعدات الطبية ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات الإيرانية مجزرة صنعاء كشفت ترد الأوضاع الصحية في اليمن مع عجز كبرى المستشفيات في العاصمة عن تقديم خدماتها لليمنيين بسبب الحصار السعودي تقرير هيا عباس لا تزال العاصمة اليمنية صنعاء تأن تحت وطأة المجزرة المروعة التي ارتكبها الطيران السعودي باستهدافه بشكل مباشر مجلس عزاء وسط العاصمة ما خلف مئات القتلى والجرحى مشفى العاصمة التعليمي أحد المشافي التي استقبل أعدادا كبيرة من الجرحى رغم الإمكانيات الضعيفة لهذا المشفى وسواه بسبب الحصار المفروض على كل مفاصل الحياة باليمن استقبلنا الكثير من الجرحى تقريبا 104 جريح تتراوح الإصابة ما بين طفيفة ومتوسطة وكبيرة عشرات الجرحى والمصابين تكدسوا في غرف المرضى في هذا المشفى ما دفع أحد الأطباء لوصف الوضع بالكارثي اليمن تمر بكارثة وكارثة مستمرة أما كارثة البارحة وهي استهداف عزاء في الصالة الكبرى فهي من أبكبر الكوارثة التي واجهناها في أمانة العاصمة الاستدادة الحمد لله كانت على أحسن ما يرام تم استدعى جميع الأطباء تم استدعى جميع الناس المتبرعين بالدم لتوجه للمستشفيات تم التوجيه إلى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية بإعلاج جميع الجرحى مجانا العدوان السعودي وحلفائه نفوا قيام طائراتهم بقصف مجلس العزاء إلا أن من كتب لهم الحياة كانت لهم شهادتهم حول هذه المجدرة كانت صالة مزحومة بالناس أكثر من 800 شخص بين شايب وطفل كبير وصغير إلا بصوات الطائرة والسارخ الأول يضرب يدخل من السكف حتى خزق الدور البدرون ومفجر جريمة مكتملة الأركان تلك التي ارتكبتها طائرات النظام السعودي بحق المدنيين في اليمن فهل ينجو الجاني بفعلته أم أن العدالة ستأخذ مجراها يتساءل اليمنيون في اليمن أيضا يواصل الجيش اليمني بالتعاون مع اللجان الشعبية تحقيق إنجازات ميدانية ويتقدم على عدة جبهات في عدد من المحافظات والمناطق مكسفا عملياته امتقاما لمجزرة العدوان السعودي التفاصيل في تقرير مراسلنا في صنعاء عبدالله اليوسفي أكثر من 25 جنديا سعوديا بينهم ضباط لقوا مصارعهم في عمليتين نوعيتين للجيش اليمني بموقعي الكرس والقرن بجيزان والتي جاءت ردا أوليا على المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السعودي بصنعاء مساء السبت ما كان على الجيش واللجان الشعبية إلا من الرد الاستراتيجي في العمق السعودي سواء بالصواريخ الباليستية للجيش اليمني أو بالحدود في السعودية حيث تم بالأمس عملية في موقعي الكرس والقرن من قتل وأسر جندي سعودي وقتل أكثر من 25 جندي سعودي المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في الصالح الكبرى على مواطنية اليمن من جميع الفئات ومن جميع البلاد لن تسقط بالتكادم وأن الرد قد بدأ من يوم أمس ومستعدين لندخل الرياض الجيش اليمني أعلن أيضا عن استهدافه لقاعدة الملك فهد في منطقة الطائف بصاروخ باليستي في وقت تعرضت مواقع سعودية أخرى في جيزان ونجران لإطلاق الصواريخ والقذائف بشكل متواصل أدت حسب تأكيدات الجيش إلى مصرع وإصابة عدد من جنود النظام السعودي إلى جانب تدمير أليات عسكرية ثقيلة أقول الجيش السعودي المحاولة وسط فشال في الداخل أو في الخارج سواء كان بر أو بحر أو جو لأنه يستطيعوا يتقدموا شبر واحد على أرض هذا الوطن يأتي هذا فيما لا تزال جريمة قصف قاعة العزاء بصنعاء تشهد ردود فعل متواصلة داخليا وخارجيا حيث تنظم منظمات الأمم المتحدة في صنعاء مؤتمرا صحفيا حول الجريمة التي أدانتها الأمم المتحدة واستنكرها كل العالم فيما لا يزال مرتكبها غير مبال بما حدث طبعا نحن نريد أن نرى التحقيق المستقل والعاجل الأولوية الآن هي التأكد من أن المستشفيات والمراكز الطبية لديها التجهيزات الطبية لن ينسى اليمنيون شعبا وجيشا جريمة العزاء التي ارتكبها النظام السعودي في هذا المكان فهي كما وصفها أحد الكتاب جريمة فاقت كل تصور وتقزمت أمامها كل الجرائم ومن أجل ذلك فقد صار حق الرد محتما عبدالله اليوسفي الأخبارية السورية كشفت وثائق أمريكية جديدة أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت اليورانيوم المخصب أثناء غزوها للعراق عام 2003 في حين أن حجتها في ضرب العراق كانت امتلاك الأخير لأسلحة الدمار الشامل سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية باتت واضحة ففي وقت عللت دخولها إلى العراق بالذريعة وجود أسلحة كيموية وثائق جديدة كشفت استخدام الطائرات الأمريكية سلاح اليورانيوم المخصب إلى الغزو العراق الذي يحوي تأثيرا إشعاعيا ويتضمن مواد كيميائية سامة تمس بصحة الإنسان عند الاحتكاك المباشر بجسده وبحسب الوثائق فإن طائرات أمريكية من طراز A-10 شنت 1116 غارة استهدفت من خلالها السيارات وشاحنات ومواقع العسكرية بأسلحة تحويل يورانيوم المخصب وذلك ما بين شهري آذار ونيسان من العام 2003 في وقتا يلف الغموض القانوني مسألة استخدام اليورانيوم المخصب في الحروب حيث لا توجد معاهدة مخصصة لتنظيم إنتاج أو استخدام الأسلحة التي تحويه هذا وكانت الحكومة العراقية في تقريرا للأمم المتحدة صدر عام 2014 قد أعربت عن قلقها العميق إذاء الأثار الضارة لليورانيوم المخصب المنتشر على أراضيها ودعت إلى توقيع معاهدة حظر استخدامها ونقلها كما دعت البلدان التي استخدمت هذه الأسلحة في الحرب لتزويد السلطات المحلية بمعلومات مفصلة عن مكان وجود مجالات استخدامها والكميات المستخدمة من أجل تقييم واحتواء التلوث المحتمل في العراق أيضا استعادت القوات العراقية السيطرة على ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت من تنظيم داعش الإرهابي تقرير ناديا الجنداوي تحرير ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت من تنظيم داعش الإرهابي إنجاز جديد يحققه الجيش العراقي الذي رفع علم البلاد فوق المباني المحررة تطور يأتي بعد عمليات نوعية للقوات المشتركة العراقية التي شنت غارات على تنظيم داعش الإرهابي بحي البكر غربية محافظة الأنبار لتتمكن بعدها هذه القوات من عبور نهر الفرات بالزوارق إلى حي البكر في جزيرة هيت غرب مدينة الرمادي وحسب مصادر عسكرية فقد استطعت القوة المشتركة ترضى عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الحي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه وكان الجيش العراقي حرر ثلاث قرى في جزيرة هيت من تنظيم داعش وهي ساراجيا وجعيل والعليا وذلك بعد هروب عناصر التنظيم الإرهابي منها وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد عملية تحرير ناحية الفرات تأتي في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للتحدي الأكبر وهو تحرير مدينة الموصل خلال أيام والتي سيلتحق من أجلها أكثر من سبعة آلاف مقاتل بقوات الحجد الشعبي وذلك حسب قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري كثفت الولايات المتحدة من غاراتها الجوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سيرت الليبيا أمر رأى فيه البعض أن واشنطن تريد إبقاء موطئ قدم لها في ليبيا بحجة محاربة التنظيم الإرهابي الذي صنعته يوما مرة أخرى تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية من محاربة تنظيم داعش الإرهابي غطاء لتدخلها في ليبيا ومن خلال قصف جوي لمواقع التنظيم في سيرت تريد واشنطن أن تترك لها موطئ قدم في البلد الذي سبق ودمره حلف الناتو ذات ربيع أسود مصادر عسكرية إيطالية قالت أن واشنطن كثفت غاراتها بشكل كبير على آخر مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سيرت الليبية القوات الجوية الأمريكية لم تكتفي بزيادة عدد الهجمات فقط بل وزادت من دقتها باستخدام طائرات وطائرات من دون طيار تنطلق من قاعدة سيغونيلا الجوية في سقلية وقواعد أخرى بالبحر المتوسط المصادر الإيطالية ذكرت أن هناك تباطؤا بعد اكتمال التعامل مع أهم الأهداف وتقلصت مساحة منطقة الهدف إلى أقل بعض الشيء والطائرات والمروحيات الأمريكية بدأت تهاجم مجموعات صغيرة من الإرهابيين يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي الذي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية محاربته هو صنيعا للولايات المتحدة زرعته في المنطقة لتنفيذ مآربها ولعل وجودها اليوم في ليبيا سببه الأساسي اعتداء قوات الناتو مدعومة بأمريكا على ليبيا عام 2011 اعتقلت شرطة النظام التركي عشرين شخصا خلال قمعها بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مواطنين احتشدوا لأحياء الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات أنقرة واعتدت الشرطة على مئات المتظاهرين بينهم نواب في حزب الشعب الجمهوري وأهالي ضحايا التفجير وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين حاولوا التوجه إلى موقع التفجير الكائن بالقرب من محطة القطارات اعتدت بالضرب بالهراوات والرشق بخراطيم المياه وكان الأهالي خرجوا للتظاهر ضد الإرهاب في الذكرى السنوية الأولى للتفجير الانتحاري الذي قام به تنظيم داعش في وسط مظاهرة معارضة لأردغان في أنقرة وتسبب حينها بمقتل وجرح العشرات وفي سياق متصل نشرت صحيفة سوزيو التركية مقالا تفضح فيه التعاون الاستخبارة بين حكومة حزب العدالة والتنمية التركية وبين تنظيم داعش الإرهابي وذلك من خلال استخدام الأخير لشبكة الاتصالات التركية للتواصل بين عناصره الاتصالات التركية في خدمة داعش وبقية التنظيمات الإرهابية في سوريا ونظام أردغان يستمر في استغباء شعبه محاولا إقناعه عبر إعلامه الموالي له بمزاعمي محاربته للإرهاب الكاتب التركي جان أتاكلي في مقالة نشرتها صحيفة سوجو لفت الأنظار إلى مسألة هامة جدا في موضوع العضوان التركي على مدينة جرابلوس السورية أتاكلي شكك بجدية النظام التركي في محاربة إرهابي داعش الذين انضموا أصلا في معظمهم إلى ما يسمى الجيش الحر بعد أن حلقوا ذقونهم وبدلوا ملابسهم فحسب ري الكاتب فإنه لو كانت حكومة العدلة والتنمية فعلا تريد محاربة الإرهاب لكانت استطاعت فعل ذلك دون الزجي بجنودها داخل الأراضي السورية فأغلب إرهابي داعش يتواصلون فيما بينهم عن طريق خطوط شبكات الهاتف الجوال التركية وبحسب ما هو معروف للجميع فإنه من خلال ذلك يمكن للأجهزة الأمنية تحديد أماكنهم وضربها من داخل الأراضي التركية ويتساءل الكاتب عن سبب السماح لهؤلاء الإرهابيين باستخدام شبكات الاتصال التركية وعن كيفية حصولهم على خطوط تركية ولماذا لا يتم إيقافها في أقل إجراء يمكن أن يتخذ ضدهم هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل بعد سقوط أكثر من ألف قتيل الكوليرا تهدد الهايتيين بسبب إعصار ماسيو المزيد من الأخبار تفضلوا بالبقائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر روسيا تعتزم استراد مجموعة من المنتجات الفلسطينية وعفاءها من الرسوم الجمركية بعد سقوط أكثر من ألف قتيل الكوليرا تهدد الهايتيين بسبب إعصار ماسيو واشتباكات لفظية بين كلينتون وترامب في ثاني مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية من جديد أهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير من ساعتنا الإخبارية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الانتقال بشكل سريع إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سوريا وقال رئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردغان على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول قال لقد أولينا وقتا طويلا للمشاكل الإقليمية وبالدرجة الأولى للوضع في سوريا نحن في روسيا نرى أنه يجب بأكبر سرعة الانتقال إلى الحل والتسوية السياسية للأزمة في سوريا داعيا كل من يرغب بالسلام إلى مساندة هذا الاقتراح كما لفت بوتين إلى التوصل إلى اتفاق على العمل بمخترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا بشأن إخراج إرهابي تنظيم جبهة النصرة من شرق حلب معربا عن أمله في أن يكون إصاد المساعدات الإنسانية إلى حلب واحدا من مواضيع المحادثات التي يجب أن تجري السبت في سويسرا تعتزم روسيا استرادة مجموعة من المنتجات الفلسطينية وعفاءها من الرسوم الجمركية بما فيها زيت الزيتون وذكرت وسائل أعلى من روسيا أن فلسطين ستتمتع بذلك بالمرسوم الجمركي المعمول به في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي جنبا إلى جنب مع روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وستدرج السلع الفلسطينية في قائمة المنتجات التفضيلية الممكن استرادها إلى أراضي الاتحاد الأوراسي بعد يفائها من الرسوم الجمركية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سلطات الاحتلال تعتقل 45 فلسطينيا من الضفة المحتلة وتوجري مسحا لمنزل عائلة الشهيد أبو الصبيح وذلك تمهيدا لهدمه والمستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك خليل إبراهيم والتفاصيل حملة اعتقال المستمرات نفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربي والقدس المحتلتين طالت 45 مواطنا فيما شاهدت تحياء بالضفة والقدس المحتلة مواجهات رشق خلالها شبان جنود الاحتلال بالحجارة والسجاجات الحارقة حملة الاعتقالات تزامنت مع اقتحام قوات الاحتلال أي الرام شرقي القدس المحتلة لمعاينة منزل الشهيد مصباح أبو صبيح تمهيدا لهدمه واعتقال ابنته الشبان الفلسطينيون تصادوا للاحتلال واشتبكوا معه بمواجهات عنيفة أدت إلى إصابة جنديا صهيونيا بجروح وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة من مدينة طول كرم ومخيمها وقريتي زوريف وعزوم بقضائق القيلية في استبزاز فاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المجد الأقصى المبارك جددت مجموعة من قطعان المستوطنين اقتحامها باحات المسجد المبارك بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي فيما تواصل أجهزته في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين من عدمات وهدم للمنازل ومنعا من الصلاة في الأقصى الوكالة اليهودية لا تضيع وقتها في سبيل استجلاب اليهود من شتى أسقاع العلم وتوطينهم على أرض فلسطين التاريخية التفاصيل في التقرير التالي الصيد بالماء العكر سياسة يتقنها الاحتلال الإسرائيلي في سبيل تحقيق أطماعه التوسعية على حساب حقوق العربي والفلسطينيين العشرات من يهود الفلاش الأثيوبيين وصلوا إلى فلسطين المحتلة بتسهيلات من الوكالة اليهودية التي عملت طوال عقود على لمشتات يهود العالم وأقناعهم بالاستيطان في أرض فلسطين المحتلة التي لا يملكون الحق في العيش فيها لقد تم إحضار مئة ألف يهودي مع عائلاتهم من إثيوبيا في لال السنوات الأربعين السابقة وحاليا نعمل على إتمام المرحلة الأخيرة من هذه العملية وكانت سلطات الاحتلال قد نجحت باستجلاب تسعة آلاف أثيوبي من يهود الفلاشة ضمن خطة تهويدية ممنهجة على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين يذكر أن نحو مائة وخمسة وثلاثين ألفا من الفلاشة يقتنون في فلسطين المحتلة منذ إنشاء ما يسمى الكيان الإسرائيلي وهم عرضة للتمييز العرقي بسبب لونهم وذلك كنتيجة طبيعية لسياسات كيان موغل في العنصرية والاحتلال سادت حالة من الشلال التهم شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة وذلك بسبب إضراب سيارات الأجرى عن العمل احتجاجا على تقنين خدمات حجز السيارات المسبق لصالح شركة أوبر الأمريكية الأمر الذي يدخل في إطار المنافسة غير الشريفة على حساب السائقين المحليين وكان رتل سيارات المحتجين متجها نحو مجلس الجمهورية حيث اعتزم المحتجون المطالبة بإجراء مفاوضات مع الحكومة وتعتزم الحكومة البرتغالية إجبار سائقي سيارات الأجرى الخواص على التدريب مدة 30 ساعة وامتلاك سيارة يقل عمرها عن ثماني سنوات وإصدار فواتير الكترونية إضافة إلى التسجيل لدى شركات تأمين نقل المسافرين لم يكتفي إعصار ماثيو بشل الحياة في هايتي فبعد مقتل نحو ألف مواطن هايتي تسير الأمور نحو الأسوأ وذلك بسبب انتشار وباء الكوليرا تقرير نور محمد واستصراعهم ومحاولاتهم للعودة إلى الحياة بعد إعصار ماثيو المدمر الذي ضرب الدولة الصغيرة الواقعة بمنطقة البحر الكريبي يحاول سكان هايتي التغلب على كارثة جديدة بدأت بالظهور مع ازدياد عدد الحالات المصابة بالكوليرا في الجنوب الغربي للبلاد وهي مرشحة للانتشار مع الصعوبات المستمرة في الحصول على ماء نظيف صالح للشرب كان عندنا ماء نظيف لبعض الوقت يجب أن نجد الماء ونحاول تخفيض عدد حالات الإصابة بالكوليرا المنكوبون بدأوا بدفن قتلهم الألف الذين قضوا جراء الإعصار ماثيو أنا صياد وهذه الضاحية هي فقط للصيادين وتجار لقد فقدنا كل شيء كل شيء لم تشيد المنازل بشكل جيد وهذا هو سبب انهيارها بسرعة لم يعد عندنا شيء ولا ندري أين نذهب الإعصار المذكور كان قد دمر من 90 إلى نحو 100% من المنازل والبنى التحتية في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة الأفقر في منطقة الكريبة ويذكرنا الدفع الأولى من المساعدات الغدائية من الأمم المتحدة وصلت لمدينة جيرمي في جنوب غرب البلاد انتهت المناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب انتهت بخلافات كبيرة بين المرشحين وبدت أزمته كل منهما واضحة من خلال الجو العدائي السائد وفشل كل منهما في تحقيق نصر على الآخر بهجوم شاريس عرض فيه كل مرشح فضائح الآخر ومن دون مصافحة بدأت المناظرة الرئاسية الثانية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية هيلاري كلينتون وجمهوري دونالد ترامب استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي شهدت لأول مرة في تاريخ المناظرات الأمريكية قول أحد المرشحين للآخر سأدخل كيسيجنا إذا صرت رئيسا هو ما توعد به ترامب منافسته كلينتون قائلا إنه سيحيل هيلاري للنائب العام للتحقيق معها بسبب وقيعة استخدامها بريدها الشخصي في المراسلات الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية وبعد ما جرى تسريب آلاف الرسائل من هذا البريد منتقدا سياستها الخارجية ومشيرا إلى أن كل ما فعلته تقريبا بهذا الخصوص في السابق كان خطأا وكارثيا عليك أن تخجلي من نفسك على ما قمت باه أن تقولي أن حذف 39 ألف بريد إلكتروني ليس خطأ لقد كان هذا بعد استدعاء الكونغرس لك لذا يجب أن تدخلي السجن كما أكد مرشح الرئاسة الجمهوري وجوبا أن تصب جهود على القضاء على تنظيم داعش بالكامل وليس تتورط بالقتال ضد سوريا أو روسيا موضحا أن على أمريكا أن تقلق بشأن داعش قبل أن تتورط بشكل أكبر من جانبها تهمت كلينتون ترامب بإثارة العنصرية من خلال تصريحاته ضد المسلمين والنساء والمهاجرين موضحا أن ما يقوله ترامب عن المسلمين يستخدم لتجنيد المتطرفين واعتبرة إياه هدية لداعش هذا هو هدية لداعش والإرهابيين الجهاديين نحن لسنا في حرب مع الإسلام وهذا خطأ كبير ويصب في النهاية في أيدي الإرهابيين كما أكدت المرشحة الديمقراطية أن إجسال الولايات المتحدة قوات برية إلى سوريا يشكل خطوة في منتهى الخطورة كقوة احتلال وسيمثل الأمر استراتيجية غير عقلانية كلينتون التي تناست أن بلادها هي من علق الاتفاق الأخير مع روسيا ما يعطل أي حل سياسي ممكن للأزمة في سوريا كررت دعواتها الخلابية إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا على الرغم من انتهاء المناظرة الثانية بالمصافحة إلا أن أزمات المرشحين كانت واضحة جلية بالجو العدائي السائد وفشل كل منهما في تحقيق نصر صاحق بهذا الخبر وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية تذكير بأبرز ما جاء فيها وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتين تلابا والوفد المرافق وحدات من الجيش تسيطر بشكل كامل على دوار الجندول في حلب وتتصدى للإرهابيين على أكثر من محور وإيران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن الهلال الأحمر الإيراني من إرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من مجزرة صنعاء الأخيرة موسيقى وفي اليمن الجيش اليمني يرد على العدوان السعودي ويستهدف مواقع مرتزقة النظام في أراضيه موسيقى بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق نشكر لكم طيب المتابعة بأمان الله موسيقى